بابا يا بابا ويعني يا بابا جواز يا بابا تقدر تسأل أمك هقيحدة وراك هاي أكثر واحدة تقدر تجوّب عليك ماما يا ماما ودلي يا ماما يعني ايه يا ماما جواز بص يا حبيبتي حاجة جميلة خالص الجواز ده أول حاجة يغدوك ويحموك ويغدوك حماية تمام التمام وبعدين تلبسي أبيض فبيض زيك كفا بالظبط وبعدين يا مام ويعودوا يسقفوا ويفرحوا بيك ويقوموا رمينك هلا بيلا جواش الزوجية وتعمل اي بقى يا ماما جواش الزوجية شوف يا حبيبتي بقى اول ما تدخلي يبدأ الحساب رحفين وجيامنين وهتنزل الساعة كام وهترجع الساعة كام وتقوم من النوم بدري عشان تخسل المواعين بتاعت العشاء وتقوم تحضار الغداء او الفطار لجوزك وبعدين تقعد تطلع له الهدوم وتكويها ويلبس وينزل يا لهوي كل دا يا ماما لا لسه يا قلب أمي لسه لما تجيب عيال ويطير النوم من عينيكي عيّل عمالي عيّت زي حالتك كده ويه ويه وتروح تشيلي والداد وتصهاري والطبطبي ومجيكش نوم خالص والنوم يبقى على عينيكي وما تقدرش تنامي عشان البيبي صاحي وفي واحد جوه على السرير نايم وبيشخر في الأحلاب ولا لأي علاقة بيكي دا مين الوحش دا يا ماما بص صورك يا حبيبتي وانت تعرفي وتصحي من النجمة تعود تلبسي وتودي المدارس وتروح المدرسة تجري تسألي عليه ويقول لابنك وحش وقالي للأدو وما بسمعش الكلام وتغدي من المدرسة تودي الدروس وبعد الدروس تعود تذكري معاه في البيت وعن المذاكرة تغدي وتودي النادي عشان يلعب رياضة طرفهية كده يرفعها عن نفسه وانا عاكن على نفسي وكل اللي انت بتعمل اي ده وواحد هناك ولا على باله اي حاجة وكل مهمته في الحياة انه يرجع البيت متعاكن ومتدايق وقفه والدنيا حر وانتو ما بتعملوش حاجة والبيت مش نديف والأكل فين؟ الاكل لسه متعملش اه ما انتو قاعدين في ميت البطيخ انتو قاعدين ما باكوش شغلة ولا مشغلة لكن انا تعبان برا البيت ما يعرفش قد ايه يا حبيبتي الام بتتعب قد ايه في البيت ده كان يوم سود يوم قلتلك امك هي اللي هتجاوبك على يعنقها الجواز ما خلاص با يا ولية قرهت البيت في الجواز واللي عايز يتجوز هاي يا حبيبتي عرفتي يعني ايه الجواز ايوا يا ماما لا انا خلاص مش عايز اتجوز انا عايز افضل عايشة معاكو كده وما تفكروش يا بانت ان الجواز راحة اصل الجواز يا بانت عمره ما كان راحة ها حد عنده اعتراض مش هو ده تعريفه يا حج ولا انا غلطانا او انت عمره بتغلط ابدا يا حجة ده انت كلك صح الصح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة